وعلشان نقضي على الإرهاب كان فيه أكتر من عملية عسكرية زي ما قلنا لحضراتكم عملية عسكرية بمعناها الحقيقي يعني كبتتتضافر فيها كل أجهزة القوات المسلحة أجهزة جمع المعلومات في البداية علشان تعرف الأهداف الصاقة كبتتشتغل على الأرض القوات الجوية كبتتضرب في أماكن فكان فيه مجموعة من العمليات العسكرية تمت على هذه الأرض علشان نوصل لهذه اللحظة اللي احنا بنحتفل بيها بأن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب صحيح يا مستوى أنكم نتكلم في حرب يعني حرب بكل عناصرها يمكن إحنا بالنسبة لنا حافظين الحرب المعهودة بالنسبة لنا جيش قدام جيش عدوك معروف لكن الحرب دي كان شكل مختلف بما أن كل حاجة بتتقدم حتى شكل الحرب هناك كان مختلف إحنا بنحارب ناس شكلها زينا ونعرفش عنهم حاجة مختبئين وسط الناس كانت يعني الحياة كان كارثة بكل المقاييس لكن زي ما إحنا بنقول دايماً رجال مصر وقفين لأعداءها بالمرصاد ربنا يحفظ لنا يا رب رجال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة وأيضاً أهالي مصر الأوفياء خلينا نروح دلوقتي مرة تانية لزميلنا محمد الشازي لموجود معنا من العريش الشازي صباح الخير عليك من جديد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير عليك يا مصطفى وزي ما كنا بنتابع مع بعضه كلين دلوقتي التقرير اللي كان بيتكلم عن العملية الشام لسينا 2018 رجعتونا الأيام زمان لما كنا عاديين بنتفرج على التقارير اليومية كنا بننتظر كمان التقارير اليومية اللي تصدرها القوات المسلحة الساعة 7 الصبح بشكل شبه يومي عشان تتكلم فيها عن اللي حصل خلال المدهمات لأوكار العناصر الإرهابية الحقيقة الحاجات دي خلاص يعني راحت وانتهت خلاص ما بقيناش نشوفها ما بقيتش موجودة والحمد لله بفضل جهود رجال القوات المسلحة كان فيه تقارير كمان كنا بنتفرج عليه دلوقتي وبنتابعوا كلنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن التضحيات اللي بزلها كل رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية المصرية من أجل أن تنعم مصر كلها مش بنتكلم عن شمال سيناء ولا العريش فقط أن تنعم مصر كلها بالأمان في الحقيقة نحنا لا يسعنا إلا أننا نتقدم بالشكر لكل شهيد ضحى بنفسه يعني كمان المصابين ندعو للمصابين بالشفاء العاجل الناس دي ضحت بحياتها من أجل أن نحنا ننعم بالأمن والاستقرار نتقدم بالشكر كمان لأهالي الشهداء لأنهم قدموا تضحياته بنقول لهم شكرا نيابة عن شعب مصر كله مش العريش فقط ولا شمال سيناء فقط عن شعب مصر كله لأن لولا تضحياتهم كان زمان العريش بقرة للإرهاب وانتشر الإرهاب منها إلى مصر زي ما شفنا عمال إرهابية كثيرة في هذا التوقيت تضحيات كبيرة بزلوها عشان نشوف دلوقتي العريش ونشوف شمال سيناء دلوقتي أرض بدأت تتجهز وبدأت يشتغلوا على مشروعات البنية التحتية ده من أجل أنها تكون أرض معدة للاستثمار معدة لأن المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب يجوا يستثمروا في هذه المنطقة عايزين نفتكر مع بعض كمان وفكركم بأن احنا برنامج صباح الخير يا مصر لما كنا في طريقنا الغزة من حوالي سنتين إحنا شفنا الطريق كان عامل إزاي يعني إحنا شفنا الطريق وشفنا أثار الضمار الموجود على البيوت والمنازل وشفنا الطريق ما كانش فيه تقريبا عربيات عربيات معدودة إنما دلوقتي إحنا جايين مش هقول كسافة لكن هقول إن فيه عربيات وهقول إن فيه حركة رواج وهقول إن فيه مواطنين بينزلوا من القاهرة وبيرجعوا وكل ده بفضل إيه؟ بفضل جهود القوات المسلحة بفضل التنمية اللي حصلت بفضل الأنفاء اللي يسرت على الناس على الأقل الانتقال يعني نفتكر وكل الناس اللي كانوا بيجوا العريش وبيجوا شمال سيناء كانوا فاكرين إن هم وهم بيعدوا كانوا بيعدوا من نفق الشهيدة أحمد حمدي فقط وطبعا كانوا اتجاه واحد فكان الانتظار سواء العبور من سيناء إلى الإسماعيلية أو العودة الموضوع كان متعب لكن دلوقتي فيه أنفاء تحية مصر فيه بقوا ستة أنفاء الشهيدة أحمد حمدي بقى رايح وفيه نفق راجع بقى فيه اتنين في الإسماعيلية بقى فيه نفقين في بروسعيد كل هذه الأمور سهلت في ربط سيناء بالوادي في ربط سيناء بالدلتة في ربط أهالي سيناء لما نجي بأهالي الوادي في عملية البناء والتعمير لما نجي نقول إن إحنا موجودين في الميناء دلوقتي وعمل التطوير اللي بيشهدها الميناء كل ده بيخدم حركة التجارة كمان في شمال سيناء بشكل عام من وإلى من شمال سيناء إلى القاهرة وأيضا من القاهرة إلى شمال سيناء وإحنا فترقنا زي ما أقول حضراتكم الغزة الوضع كان مختلف ما كانش فيه عربيات كان فيه أثار الدمار على البيوت دلوقتي فيه مشروع من ضمن المشروعات إزالة أثار الدمار ده من على البيوت وهيكون معنا تقارير هنتكلم فيها عن هذا الأمر لأن هذا الأمر ليه تأثير نفسي كبير جدا على الناس يعني تخيل مثلا حضرتك لو عام الحادثة بعربيتك وعربيتك موجودة قدامك وأثار الحادثة عليها كل ما هتشوف العربية هتفتكر الموقف اللي أنت تعرضت فيه الحادثة فتخيلوا أثار البيوت كان عليها طلقات نارية وكان فيها ضمار وحطام كبير جدا فيه مشروع قوم الدولة شغال عليه لإعادة إحياء هذه المنازل وهذه الواجهات مرة أخرى من أجل إعادة الروح مرة أخرى إلى العريش زي ما قلت لحضراتكم مشروعات كبيرة تمت بالفعل على أرض شمال سيناء وعلى أرض العريش رصدناها في عدد كبير من التقارير هنتكلم عنها كمان باستفاضة خلال الحلقة